السلام عليكم متتبعين العزيز كديرين لبس عليكم كنتمنى تكونوا باخرد وانتم كتاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم مرة يبدأ الفيديو اللي صارحة يأتي بشكل ضعناب ووعر لف المدق وحتف هذا يعني ما يأتي بشكل ونحضر معكم هذا العصير اللي تأتي بشكل جاي اللي صارحة يأتي بشكل جيد ستمنىكم تجربوه اول حاجة اخذت هنا بيدو فيها خمسة اترو ولكن انا اخذت العبار جهدها كربعة اترو المهم كل اترو تحتاجوا فيه دانون داروري دانون يكون ذاك اللي كيكون عاقد يعني مش ذاك اللي كيكون كرامي اول حاجة غدي ناخد ذاك المهم العبار لك تغدروا غتحاولوا تاخدو جوج اترو تفيضوها و جوج اترو تكليوها خضر إلا اخذتوا اترو غدرين نص هكا خضر ونص مهم الكمية اخذوا نص ديالها غادي تفيضي ونص الاخور غادي تخليه خضر ونوريكم دا باشنو غادي نديلي بالنسبة لحليب اللي بقى خضر دا بعد غادي ندوزو اخذوا ربعة ياغورت اللي قد لكم ضروري يكون عاقد يعني ميكون شدك اللي يكون كريمي هادي ضروري باش ينجح معاكم الريب غادي تاخدي ربعة انا حن تخديت ربعة اترو ديال الحليب إلا اخديتين مثلا جوج اترو غادي تكتافي خير بجوج ياغورت مهم كل اترو غا تحسب يعني ياغورت صافي وبالنسبة الثاني دا على حسب الضوغ انا هنا درجوش كيسام ديال الثاني دا ويعني كتحسي به ماشي حلو وماش يمسوس يعني هكا كيكون مدير يعني اي واحد يقدر يصابه محلوش بزاف والعبار كيجي هو هادك اما انتم ما تقدروه إلا بغيتوه كيجيكم حلو زويد انا تقدرو تديرو حتى لبلاسة الكيسان مهم انا درجوش كيسان وغادي بالنسبة الناس اللي غادي ديرو مثلا جوج اترو اترو غادي فيضوه اترو غادي خليه خضر را غادي ديري كاس ومسوس ديال ساني دا يلا بغيته يجيك حلو بزاف غادي ديري كاس ومسوس بالنسبة لعد انا كاس من الافضل صافي دابا من بعد ما درجوش كيسام ديال ساني دا غادي نحاول مدير نكوب هكا في الحليب وانا كنحرك باشا كاكي جانس لي يكونش مع بعض اياتو على هالطريقة حتى غادي نكمل الحليب ديالي ونرجع معاكم صراحة هاد الريب ديما كنديروه واللي دقوا عدنا كيعجبوه وديما كيعفك شاذكيه معانا وسبحالله كاس غادي نديرو معاكم نهلو الفرمدان ولكن كدرت فيديوهات والتليفوني عمر مبقاش ليه فاش غادي نصور معاكم ودابا مني اتقاد يعني نحن كنا درنا خمسية رو قبل ودابا مني عودنا صيبناك الضروري غادي نشاذكو معاكم بزاف ديالنس كيبغيوها كالصحور هذا ينفع تصحري بيها كيكون زوين عوضة تقاية تشريف الدوامات تبقى يوكاله اللهم هاد الريب راعتي تتشبعي منه وكيجي زوين خفيف انا كيعجبني كنصحب به كيبغيوها ودر كيبغيوها كيبغيوه السحور يجيب شكل دانون في المدق ديالو هو على شكل دانون بصراحة وباعر كيجي من بعد ما درت ليها كساليت وغادي ندوز دابا نكبوه في البيدو دكشي اللي خلطته مع دانون وساني دا ومن بعد غادي نحط الحليب اللي فييت غادي نحطوه تلك يبرد شوية ماشي كيبرد مهم كتحسي به دافي باقي في شوية سخونية غي ما يكونش طيب كيف حيبتي ملعافية وتكبيه لا اخلي حتى كييدفه شوية عاد تكبيه حانت إلا درتي هو طيب غادي يباليكم بحل الريب خاسر بحل الحليب مني كيخسر بحكا كيدا اللهم اخلي حتى كيبدا كيبرد شوية عادك تكبيه على هاد الحليب الخضر اين في وقت تكبيه تخلطيها كمع بعضياتو هانتو شوفو هنا يدبار باقي شوية سخون وانتو شوفو حسي به طيب على الجهة سوف تكبيه كاوينف واتسالي ستسدي البيضه ضروري ستسديها كمزيان وستغطيه بشي مانطة عندكم دروري ماشي وخي يكون عندكم مثلا الكوزينة او لا شي بيتسخن لا دروري تسدي روح لما تدري واحد المانطة حتى الجوج مانطات المهم خصديك البلاسة ستسخون تسخونة مانطة تغمي يسخن من كل شي كي تدري على البيضه كامل سوف تسدي الحليب صفيته باش نحيد ذكي الفرارة باش ما تديرنيش في الحليب سوف نسدوك او غادي ندير المانطة ودروري تخلي ستسويع ثلث من يتسويع ضروري متحلوش علي يعني المدة ستسويع بعدها مخصكيش تحلي علي احتل ثمانية تسويع باش هكاك ينجح معاكم من ريب ومن الافضل تخليو ثلث من يتسويع من الافضل باش هكاك ينجح معاكم وكيجي عاقد سوف ندير لي هكا وغادي نخلي هكا تمنية تسويع حتى يروب ليه مزيع ومن بعد غادي نوذيكم انا في الاخر موريتوش لكم اني كان عاقد حانت انا كنبغي وحنا بحل شكل دانب غادي ننخدو وحانت غادي نكبو حانت كنبغي هكا تشربه بحل شكل عاصر حانت كنبغيش يكون عاقد بزيف سوف غادي ننخد فيها هكا مزيع حتى كي يولي شوية جاري ما كيبقاش لي عاقد بزيف وغادي نكبو بحل شكل دانب بساطح هكي جيزوين وغادي نحضر معاكم بهذا الريب غادي نحضر معاكم واحد العافر حتى كي يجيزوين حتى تنوعي تبغيها تبغيها تدري بالنسبة لبنات اللي بغادي نطلق الفاني انا درته بنكهة الفخيز تقدروا تديروه بنكهة البانان نكهة الفاني ذاك شي يبقى اختياري يعني اللي وغادي تبغيه فاريب واكترية الناس يبغيوا غير الفاني يبغيوا غير البانان او البانان انا عجبني الفخيز درته صرحة كي يجيزو انا هنا شوية دربته بحل شكل دانب سوف أعجب أولادكم بالنسبة للعاصر أخذت هنا تقريباً كبير سأخذ كبير سأخذ فانيا سأخذ الفخيز سأخذ كبير سأخذ فروماجات سأخذ كبير سأخذ 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 ياغورت سأخذ وقع سأخذ جاب عطاً جاب سأخذ سأخذ اعطيتكم افكار الريب و هذا العاصر اذا اجربتهم ستستغنب عليهم ستريدون ان يكون معاك في الصحور خفاف و تنعسين يجب ان يكون لديك النهار جيد لا يوجد لدام لا يوجد شيء يتقل عليك في النهار اتمنى ان تجربوا هذا العاصر و الريب الذي شاركت معكم اليوم و الناس يقولون شاركي معنا الريب يريدون الصحور و اذا وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى ان اجبكم هذا الفيديو و اجبكم الريب اللي حضرت معكم اليوم و العاصر احته هو صباح يجي و غزالي نبجوش اتمنى ان تجربوا هم اللي جربتوا و تكتبها ليه في تعالق و اذا انا قلت لكم تلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله و لا تنسوش لما تقابنش عندي تقابنه و اجب اختيار اشتركوا في اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة